موسيقى موسيقى خلصنا اول موضوعين رح نحكي عنهم اللي هو تعرفنا على البيجميستر بشكل عام وتعرفنا على الانزيمات وخصائص تمام؟ هلا رح نتوسع اكتر الانزيمات الدكتور حكى انه رح يشرحها على ثلاث محاضرات فانا ان شاء الله رح اكمل لكم بكل المحاضرات اللي انتو رح تاخدوها بعدين رح يكمل زميلي طارق بعدين انا برجع وهكي تمام؟ بس موضوع الانزيمات كامل ان شاء الله انا رح يشرح لكم ايه هلا اليوم ان شاء الله بهذا البارد رح نحكي عن الكلسيفيكيشن اللي هي تصنيفات الانزيمات 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 هلا رح نصنفها خسب شغلات معينة وبعدين رح نحكي عن الميكانيزم اكشن 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 خلونا هلا اول شي نبلش بموضوع الانزيميكيشن هلا هلا بكل بساطة العلماء يجو وقعدوا مع بعض وحكوا الله احنا بصراحة عنا شو كتير الانزيمات صح وهدول لازم نصنفهم صح فبكل بساطة قعدوا وحكوا يلا يشباب خلونا نصنف كل هاي الانزيمات نرتبهم حسب جداول وحسب اشياء مرتبة هيك نصنفهم نرتبهم تمام؟ فطبعا حسب شو صنفوهم بكل بساطة حسب الوظيفة اللي بيقوم فيها هادي الانزيم هلا انتو توصفو انو هون تحكو لي سندس انتو حكوين لان كل الانزيمات اللي ها نفس الوظيفة انها هي تسرع التفاعل بحكي لكم مية مية بس حسب شو التفاعل اللي رح تسرعوا هاي الانزيمات احنا هون بنصنفها يعني فيه انزيمات مثلا بتسرع التفاعلات التأكسد والاختزال فيه انزيمات بتسرع اه تفاعل انو احنا نكسر مثلا بروتين او مثلا احنا ندمج اه مركبان مع بعض فحسب شو هو التفاعل اللي بيعمل ماشي صنفنا الانزيمات حسب مثل ما تحكو الوظيفة اللي حتكون فيها اه يعني شو هو الجسمة المركب او شو هو خلينا نحكي المعادلة اللي هاد الانزيم رح يشو اسمها يشجعها او يحمسها او انه يعني يعمل لها اكسلللاشن اوكي تمم فخلونا نقرأ مع بعض بحكونا انه شو اساس الكلاسيفيكيشن بحكونا انه الانترنوشنال يونيون او بيكيميستري اند فوليكيولر بيولوجي هدول جماعة علماء اللي هم دخل بالبيكيميستري والموليكيولر المهم كانوا قاعدين مع بعض والتفاعلهم شو يعملوا تطوروا 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 لكي يصنفوا الانزيمات ويسموها ويرسفوها هلا بحكونا هون انه هو كومبلكس وشوي هو يعني زي ما تحكو سيغلبكم مش كثير لا فاهم كثير واضح بس هو بديو حفظ بس بحكونا انه هو واضح يعني هو مش عارفين هم بحكونا كومبلكس بس واضح ما علينا اوكي يعني هو لا هو احكي لكم بس ان خلاص المحاضر بتفهموا كيف كومبلكس بس واضح اوكي هلا هو هلا هو كل انزيم مثلا خلينا نحكي فيه انزيم اسمه انزيم سندس اوكي فرضا طبعا كيفش انزيم باسمي طبعا علينا هلا انزيم سندس هدا بكون بنصنفه احنا هو له اربع تصنيفات كلاس 1 هاي بتكون شو هاي هي اهم اشيه اوكي هلا فيه كلاس 2 اللي هي سب كلاس وكلاس 3 سب سب كلاس واللي بعديها اللي هي شو اللي هي حسب انو 4th digit give the number of the particular enzyme بكون في اندي قائمة طويلة من الانزيمات حسب هاد الانزيم باي و اعني قديش رقمه بهاي القائمة احنا بنصنفه فالانزيمات تصنيفاتها كتير معقده هلا انشان اريحكم يمكن انتو هلا شوي ما فهمت الموضوع بكل بساطة هاد الحكي كل شو بس مطلوب بس انتو بس التصنيف الوحيد المطلوب منكم هو التصنيف الاول اللي احنا هلا رح نظل نسواله في ساعتين عنه مش ساعتين يعني رح نظل كتير نحكي عنه اللي هو بس التصنيف الاول شو هو السب سب جروب شو هو الفورت كل هذا ولا مش مطلوب منكم ولا مطلوب منكم تعرفوا هالارقام ولا اشي بس الفكرة انه مثلا انا عندي انزيم سندوس انزيم سندوس والله بكون بالعادة قدامه اربع ارقام او خلينا نحكي ماشي مثلا خلينا نحكي واحد واحد اثنين اربع مثلا تمام هلا هذا الاشي بكون رقم خاص بهذا الانزيم بيعطيك تصنيفه مثلا واحد بيمثلك هو الكلاس الاولى اثنين السب كلاس ثلاثة سب سب كلاس او هيك اشي تمام او اربعة هي البرتكولير نمبر ان ما علينا المهم انه اعتبرواه رقم تليفون الانزيم تهام هاي الشغلات حتى يعني فيه بنتي عندكم بالمحضر اذا رحكي ثلاثة اكتور انه انا مش فاهمة ممكن تعيدها كانها بكل بساطة هذا الموضوع مش فاهم هذا رقم خاص بالانزيم اوكي مش فاهم هذا حافظ طبعا انتو رح تحفظوهم اكيد لا مش فاهم بس انتو اعرفوا فقط المعلومة انه كل انزيم الا رقم خاص فيه هذا الرقم بتكون من اربع خانات انه شو بكون في عندي اللي هي الكلاش اللي هي تفرعات او خلينا نحكي كيف انتو مثلا رقم الجامعي لك في انه هون ارقام من الانزيمات مش مطلوبة منا احنا مطلوب منا بس اول تصنيف فقط للانزيمات اللي هرا نتعرف عليه هو بس من واحد لستة هلا ان شاء الله رح ناخده بتفصيل تفصيل فقط غير هيك مش مطلوب اوكي تمام هاي هم ستة هاي دوريكم واحد اوكي هاي اتنين تصنيف الثاني وهي ثلاثة كتير سهلات وممتيعات هلا احت است去عتم تعaría وكالها وهي اربعة وهو خلينا ننزلها خمسة وهي وهين ستة ههي ستة اوكيييييييييي ستة هيا تعالوا يا بنا نشوف واحد واحد اوكيييييييي هم ههدو هه diff ما تكلم من عنواع للانزيمات ماشييييييييييييييييييييييييييه اوكيدو role معناها مش انا هكينا تصنيفات هاي حسب الوظيفة فطالما انه هو اسمه اوكسيدوريدكتاز يعني بعمل شو التفاعلات التأكسد والاختزال ماشي هذا الانزيم بكون يحفز تفاعلات التأكسد والاختزال بالجسم الخاص نصف ماشي فاي انزيم بالجسم بكون يسهل عملية التأكسد والاختزال بالجسم بكون شو بكون كلاس 1 اللي هو الاوكسيدوريدكتاز ماشي جدا واضحة سهلة اوكي فبحقول انه هذا الانزيم هاي بحقولنا اقرأه معي هاي هون this group of enzyme will catalyzed oxidation of one substrate او ممكن يحفز reduction فهو ممكن يحفز التفاعلات التأكسد او اختزال للسبستريت هلا هو لما يعمل oxidation لواحد فهو بديهيا عم يعمل اختزال للتاني صح لان تعريف الاختزال انه انا بضيف هيدروجينه لمركب معناها انا اخدت الهايدروجينه من مركب اخر فمركب صار له oxidation ومركب صار له reduction عشان نفهم هذا الاشي تعالوا مع بعض هلا هوان كان في اندي اي اتش تون جنبها بي البي ما جنبها يشي صح هلا بعدين طلع البي هي اخدت اتش فالبي هون شو صار لها reduction صح فبديهيا الاي شو صار لها oxidation ماشي فهاي هي انه هان انا طبعا الانزيم اللي شاعدني بالموضوع شو احنا بتسمي انه هاد من class 1 اللي هم الاكسيدو ريدكتاز مقطع از يعني انديم فاكسيدو ريدكتاز يعني انديم بساعد بعمل التاكسد والاختزال بعمل تاكسد لواحد والتاني بصير له اختزال بديهيا او بعمل اختزال لواحد والتاني بصير له تاكسد بديهيا طبعا علشان نراجع شو هو التاكسد والاختزال ضفنا لكم هاي من لعنه انه شو هو الاكسيداشن من اسمه اكسيداشن يعني اضافة اكسجين او انه بنقيم هيدروجين اما الريدكشن انه احنا بنضيف هيدروجين او بنقيم اكسوجين علشان نفهم الموضوع اكتر و اكتر و اكتر لالاكسيدو ريدكتاز انزيمز خلونا نشوف مثال على هادال انزيمات طبعا هادال مجموعة مجموعة اسمهم اوكسيدوريدكتاز بكون كمية كبيرة مثل من الانزيمات تابعة لهذه المشموعة هلا من اوضح الامث اللي عندنا هو انزيم اسمه الالكوهول ديهايدروجينيز تمام هادالكوهول ديهايدروجينيز الرقمه هادال المكون من اربع خانات هو شو هو واحد 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 بس زي ما تقولون هاد مش مطلوب منكم لا لا هادال انزيم ولا لا اي انزيم اخر ماشي هلا دعونا نشوف كيف هذا الالكوهول ديهايدروجينيز بيشتغل هلا اول شي هذا من اي كلاس من الاكسيدوريدكتاز معناه هو لازم يمسك واحد يعمله تأكسد ويمسك واحد يعمله اختزال هاي هون المكنزم في اكشن تعته احنا نضفنا لكم اياها عشان انتو تفهموا الموضوع بشكل افضل هلا فيه انه هون الناد تحولت لناد اتش زائد اتش يعني هاي شو صار لها اضافة هايدروجين صح اضافة هايدروجين شو معناها معناها انه هاد المركب صار له ديكتون صار له اختزال فبديهيا التاني بكون شو صار له بكون صار له اوكسيديشن تمام هلا هاد التفاعل تفاعل تأكسد اختزال مين الانزيم اللي حفزه بكل بساطة هو هاد الانزيم كهو الالكوول ديهايدروجينيز تمام هيك ان شاء الله واضحة اوكي فهون بس مكتوب انه بانه هاد الرقم اللي هو واحد 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 هو مش مطلوب لا لهذا الانزيم ولا لا اي انزيم اخر انتو بس مطلوب منكم تعرفوا هاي التوزيع الاولى بس اللي هما ستة فقط تمام اللي هلا احنا نشرح به اه تمام هلا بحكولنا هون في عنا امثلة غير هاده هاد الالكوول ديهايدروجينيز اه خلص احنا اخذناه طبعا هو سيبكم من الالكوول احنا قلنا انه هو ديهايدروجينيز يعني ممكن يكون الف شغله ديهايدروجينيز حسب هو شو بعمل تأكسود واغتزال ماشي يعني ممكن يكون هاد الالكوول مش ثابت اي ماده تاني يعني ممكن احنا شو اذا عملنا لها هذا التفاعل بهذا الشكل بنحط الانزيم الجنبها ديهايدروجينيز تمام اوكي خلا نشوف هون امثلة على الاكسيدوري ديهايدروجينيز اول شي اديهايدروجينيز هو اللي دابني شرحت لكم ايا تمام هذا بينقل هايدروجين من سبستريت لا اه من سبستريت من الماده الاولى بيوديها لماده تانية ماشي بكل بساطة نفس الصورة اللي شفناها هون هي هم انه هو مسك الهايدروجينيز من هون وداه على ثوان شوي وداه على هاد فهاد هيك صارت شكله تمام وهون راحوا للهايدروجينيز هذا شو اسمه الاكسيدوري داكتز ماشي او لا سوري هاد اسمه ديهايدروجينيز تمام انه هذا بينقل هايدروجينيز اوكي تمام افضل اما بالنسبة للتاني هذا هو المثال الاول عال اكسيدوري داكتز المثال الثاني عال اكسيدوري داكتز طبعا حضر الحفز هو الاكسيدياز تمام هلا هاد الاكسيدياز تمام هاد الاكسيدياز هاد هو شعن يشتغل لازم يكون فيهن دي اكسيجين هلا الاكسيجين لاحظوا انه شو بصير له؟ بـ DH2 معناها شو بصير له اختزال ريداكشن تمام والمركب التاني طالما انه هاد صر ريداكشن معناها هذا فقد لنحكي هايدروجين فهذا بكون صر له اكسيديشن تمام فهذا نفس الشغل هداك تقريبا بعمل ريداكشن مثلا المركب وبعمل اكسيديشن للتاني بس الفكرة بالاكسيديشن انه هو عشان يشتغل ضروري يكون في عندي او تو وهاي الاو تو تتحول ل اتشتو او فعشان هكا دائما دائما بصير لها ريداكشن والمركب اللي معها دائما بصير لأكسيديشن وبناخد منه هايدروجين بنحطه عند الاو تو تمام فهذا هو شغل الاوكسيديشن انه لازم يكون في او تو تتحول ل اتشتو او تو والمركب اللي مع الاو تو هذا هو اللي رح يصير له شو هذا هو اللي رح يصير لأكسيديشن وبيفقد ال اتش لانها رح تروح ل اتشتو او تو طبعا هي نفس اللي حكي اللي حكناها انها الاوكسيديشن تنقل الهيدروجين عن طريق الأكسجين فالأكسجين بيشتغل هايه O2 بيكون هيك هو موجود بيشتغل هايه هيدروجين ريسبتر فبيصير اسمه O2-H2 تمام؟ لما يصير O2-H2 هون زيكي أنه الأكسجين صار فالمركب التاني كأنه إحنا أخذنا منه هيدروجينات فبيصير إلى اكسيدياشن تمام؟ هيك إحنا خلصنا الانزيم الأول من عائدة الأكسيدوريداكتاز الانزيم الثاني خلصناه أما بالنسبة للانزيم الثالث اسمه الريدكتاز ماشي؟ هلا هذا الريدكتاز بييجي معه ناد بي أتش تمام؟ فهاي الناد بي أتش فيها أتش؟ صح؟ فبكل بساطة هذا المركب بروح بياخد هاي الأتش ماشي؟ اللي بالناد بي أتش اللي جاي مع الريدكتاز وهيك بصر هو شو؟ مركب مع اتش زيادة عليه تمام؟ فتطلعوا معاي الفرق بين هاد المركب وهاد المركب بعد ما صار له تفاعل مع الريدكتاز شو بيفريقوا عن بعض؟ بكل بساطة انه هون هاي الأو ما عليها اشي أما هاي الأو عليها اتش فعناها هاد شو صار له؟ ريدكتاز صح؟ فهاد الانزيم من اسمه ريدكتاز معناها شو بيعمل؟ الريدكتاز بيعمل اختزال لهاد المركب طب هاي الاتش من وين اجت؟ زي ما حكينا من الناد اتش ماشي؟ او الناد بي اتش انه احنا بناخد هاي الاتش وبنحطها للمركب فبصير له هيك اختزال بصير الريدكتاز عن طريق انه احنا ضفنا له هيدروجين هايو نفس الحكي مكتوب هون انه الريدكتاز هون احنا بنعمل الريدكتاز بنعمل اختزال يعني بنضيف هيدروجينة للمركب هايو اتضيف هيدروجين مباركة بمثلة الوضع BY AS HY videogene donor ماشي؟ هذا الناد بي اتش هلا معناها متبرع مثلا الناد بي اتش هي بتعطي هيدروجين لمركب تاني فهي بتكون وهي تعطي الهيدروجينة وعندما تعطي الهيدروجينة لمركب ثاني هذا المركب الثاني هو اللي سيصير له عن طريق هذا الهيدروجينة هكذا حلصنا اول ثلاثة دعونا نرى الريابع الريابع يتحدث لنا ما اسمه هو الهيدرو بيروكسيديز هون بكل بساطة دعونا أشرح لكم الموضوع هنا لدينا مركب على اسم النزيم ما اسمه اللي هو هيو الهيدروجين بيروكسيديز دعونا نتعرف على هذا الهيدروجين بيروكسيديز هلأ هذا بكون اسمه H2O2 هلأ هذا الهيدروجين ريدكتاز بكون معه مركب آخر المهم يكون فيه H هلأ هاي اله تنتقل اله 2O2 ف اله 2O2 اللي هي الهيدروجين بيروكسيديز تتحول لشو؟ أكيد ما رح تتحول اله 3O2 لا تتحول اله 2O ماشي زائد OH تمام؟ وطبعا هذا المركب اللي خسر اله أكيد هو بكون هون شو صار له تمام؟ فهذا اله 2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيديز بكون أخد هيدروجينة فبكون شو صار له؟ تمام؟ فهذا هو بصير له أما المركب الثاني اللي بكون معه بالتفاعل هذا شو؟ هذا بكون أعطيتش فهذا بكون صار له اوكسيديشن تمام؟ مركب الثاني modern أكيد هو الهدروجين بيروكسيديز وطبعا روeil اهم الشو مذكب هو هو؟ هذا اممم هيدروجين بيروكسيديز Estiction موضح الثاني اللي بعتش الهيدروجين بيروكسيديز بيتحول لماي تمام بيعطي مي يعني بهذا التفاعل وهيكا بصير انه الهايدروجين بروكسيديز صار لريدكشن والاشي التاني اللي معه صار لها اوكسيديشن اوكي فهيو خلونا نقرأ مع بعض انهم الاشو اسمه الهايدروجين هذا ترانسفير يعني بينقل هيدروجين في روم سبستريت ماشي بيمسك هيدروجين من اي مركب عمي يتفاعل مع مين مع الهايدروجين بروكسيديز هذا الاشي فورمينج ووتر يعطي ووتر بالنهاية نفس ما سيحنا هلا بالمعادلة اللي وردتكم ايها اوكي تمام هيكا نحن بخلصنا اول وثاني وثالث ورابع انزيم طبعا هيدروجين هيدروجين بالتفاصيل بس انا هيدروجين تفهمو عام بس رح لكم يعني شوية بطول بس هيدروجين نشاء الله كلهم رح تاخدوهم بالتفاصيل هلا اخر انزيم عندي بهاي العائلة اللي هي الاكسيدوردكتز هو انزيم اسمه الاكسي جينيز تمام هيدروجين يسمه اكسي جينيز هلأ هاد شو بيعمل اضغت 1 أو 2 الثasonable black oxygen هلا عشان دفهم و شغل هاد الاكسيديز مصبوط اه شوفو هلأ فين دي هاي طبعوان O2 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 هلا هون ها هنالفكر انه انا بهذا التفاعل geomol بيكون عم بضيف O بيكون بوزعها على هادول ماشي فبس إنهو هادا فبس إنهو هادا فهيك طبعا اكيد اللي احنا بحطون له O هو اللي بصيرل له oxidation تمام فبس هنهو هون طلعو هذا هو الهيدروجين بيروكسيديل هذا هو الهيدروجين بيروكسيديل هذا كان شرح سريع جدا هذا هو الهيدروجين بيروكسيديل لفرسة النقوات والان أسنوع الطريق هذه هي تسمية الهيدروجين بيروكسيديل لانظمنا السلطة الهيدروجين بيروكسيديز هون فهون الدكتور بحكي لنا انه صح احنا هون كنا الهيدروجين بيروكسيديز اللي هو H2O2 كنا نحاوله ل H2O كنا نحاوله لماي ونعمل اختزال توكسيدو هاي الشغلات فهون احنا شو كنا نعمل ديتوكسيفيكيشن يعني نخلي هذا ال H2O2 غير سعم كيف عن طريق احنا نحاوله لماي وبنعمل معها اختزال فهو بيتحول هو ببطل موجود ويصير بداله مي ويصير بداله مواد تاني فعشان نحنا نستخدم الديتوكسيفيكيشن ببطل H2O2 بصير H2O هلأ ليش هو ال H2O2 وهذا سعم هلأ احكيت لكم مواد اسمه مفري راديكال بالجسم هدول بيكون كتير خطرات وكتير سامات مرات بنتجو طبيعي عادي بالجسم من التفاعلات الكيميائية من ضمنهم الهايدروجين بيروكسيديز ان شاء الله راح تاخدوهم هدول بالباثو بالفصل الجاي اوكي تمام هيك الحمد لله بنكون خلص خلصنا اول كاتيجوري اللي هي الأوكسيدوريداكتز تمام احفظوا مني هذا الجدول لانه اكيد كتير مهم ان شاء الله انكم تكون شو فهمتوا منيح هلأ بنا نشوف تاني مجموعة معنا اللي هي شو الترانسفيرز هلأ الترانسفيرز من اسمها ترانس يعني يتك انها شو عم تعمل نقل الى اي تمام؟ يعني بكل بساطة خلينا عشان نفهمها اكتر نشوف هاي المعادلة هون بحكولنا اي مرتبطة مع ار وبي يحرام لحالها بس يصير هذا التفاعل بمساعدة الانزيمات اللي احنا بنسميهم الترانسفيرز هاي بنا نرسلهم هون انه هدالهم الترانسفيرز شو اللي رح يصير اي اللي كان معها ار ار رح يتركها ويروح على بي تمام؟ هيو بي كان لحاله بي صار معها ار اي كان معها ار الار تركها وراح انت بي فزيك انها الار غيرت مكانها بدل ما كانت مع اي روحت مع بي تمام؟ نقلناها هاي المعادلة تمام؟ فهاي المعادلات اللي بكون فيها نقل مادة من ونسبستريت للتاني هادي شو احنا بنسميها بنسميها الانزيمات اللي إليها داخل بهذا الشي اللي هي الترانسفيرز فايو زي ما بنقرأ انه هاد الترانسفيرز بيكون إليه دخل بالتفاعلات اللي بكون فيها نقل نقل تمام؟ احنا ببنونقل اي شي غير الهيدوروجين لانه ازا انا قلت انا هيدوروجين بالكل بساطة انا هون شو عم بعمل؟ عم بعملت اكثد واختزال عشان هيك احنا بالترانسفيرز شرط انه احنا بنقول اي جروب معادة الهيدروجين تمام بس بنقولها from one substrate to another substrate زي هادي اللي انا وردتكم اياها اوكي هلا خلونا نشوف هون مثال على الموضوع هاد انه احنا شو في عنا هون ATB وفي عنا شو الشو اسمها هذا المركب اللي اسمه فركتوز 6 فوسفيت تمام هلا هدو على الاثنين ما بعض خليني نشوف اول شي الاتب هي اختصار لشو هلا هاي ترايفوسفيت يعني ادينوزين ترايفوسفيت تمام فتراي معناها تلاتة ترايفوسفيت معناها انه الاتب هاي خليني بس هيك اوكي الاتب مرتبط فيها هي بده ارسمهم 1 2 3 هدولة 3 فوسفات تمام 3 فوسفيت جروب اوكي وهاي مرتبط فيها كم فوسفيت جروب واحدة تمام هلا شو رح يصير هون هي بده ارسمها بالازرق انه رح نمسك فوسفيت جروب من الاتب ماشي نوديها لهذا المركب فتطلعوا الناتج اللي طلع عندي شو كان انه انا هذا تحول لشو لبدل ما هو كان فركتوز 6 فوسفيت صار فركتوز 1 6 فوسفيت يعني صار في عندي فوسفيت عند الكربون الاولى والكربوني السادسي اوكي فليش لاني انا مسيكت صحة كان الاتب كان عنده 3 فوسفيت جروب كل بساطة انا اخذت واحدة هلا عشان يكا الاتب ما بيضل اي تي بي طبعا الاتب رح يتحول لادب هلا الاتب شو بتفرق عن الاتب الاتب هذا هو شو داي فوسفيت داي معناها 2 فهذا بكون عنده شو حبتين فوسفيت ماشي اما الاتب كان عنده 3 فالاتب خسر حبة فوسفيت واعطاها لمين لهذا المركب فتحول الاتب الادب والفركتوز 6 فوسفيت تحول لفركتوز 1 6 فوسفيت اوكي كمام شفتوا كيف الموضوع جدا سهل بس مسكنا فوسفيت من الاتب اعطيناها لفركتوز 6 فوسفيت تنتج عندي اي دي بي وفركتوز 1 6 فوسفيت اوكي تمام هلا هون برضو كمان برجعوا بعدول لنفس هذا الحكي اا شوفوا هذا الانزيم اللي عمل هاي العملية شو اسمه فوسفو فركتو كاي نيز لانه عم يلعب مع مين مع الفوسفيت ماشي اللي موجودة على الاتب وبرضو كمان هاي المقطع التاني اللي هو فوسفو فركتو فركتو لانه عم يشتغل على الفركتوز تمام كاي نيز هلا كاي نيز شو معناها كلمة كاي نيز معناها انا عم بلعب بالاتب بحولها للاتب تمام هاده هو مقطع كاي نيز يعني هاده هو اللي بعطيني اياه مقطع كاي نيز فلو نيجي نطلع هاده الجدول بنلاقي امثلة الترانسفيريز هو الكاي نيز ماشي هلا الكاي نيز الف نوع حسب شو المادة اللي بلعب معها من ضمنهم هو شو الفوسفو فركتو كاي نيز ماشي انه هو هو عم يشتغل مع الفركتوز بس ممكن يشتغل مع الجلوكوز ممكن يشتغل مع اي مادة تانية فهو الاساس انه هو شو كاي نيز تمام فزي ما احكينا كاي نيز معناها انا عم بلعب بالاتب وبالفوسفيت اللي عليها تمام تعالوا نشوف هون مابعض زي ما احكينا الكاي نيز معناها انا شو ترانسفير بنقل الفوسفيت اللي موجودة على الاتب وبحولها لادب والفوسفيت هاي بوديها على مركب اخر زي ما هلا صار بالفركتوز هلا هكي احنا خلص نتبه عنا خلصنا الانزيم الاول هلا التاني ايش اسمه اماينو ترانسفيريز هلا من اسمه اماينو ترانسفيريز معناها هذا الانزيم اللي دخل بنعمل نقل الاماين جروب من مجموعة لمجموعة تانية زي ما قبل شوي نقلنا الفوسفيت نفس الشي هون بننقل الاماين جروب واللي بعدها اللي هي الترانس مثليز تمام هاي شو بتعمل بتنقل المثيل جروب من مركب لمركب اخر تمام فالكاينيز هاي بتنقل الفوسفيت اللي على اي اتي بي الاماينو ترانسفيريز بتنقل الاماين جروب والترانس مثليز هاي اللي هي بتنقل المثيل جروب هيا احنا شو بنكون يا عزائي بنكون خلصنه الكلاس الاولى اللي هي الاكسيدوريداكتلز بنكون خلصنا الكلاس التانية اللي هي الترانسفيريز دعونا نشوف هلا ما بعض الكلاس التالتة اللي هي شو اسمها الهايدروليز هلاء الهايدروليز هاي هي مسؤوله عن التكسير بكل بساطة هاي المجموعة للانزيمات اللي بتكون مسؤوله عن تسريع تفاعلات التكسير تمام فنكون نكسر إستر إبتايد غلايكو سيدك بوند مع شي هادالطبع الانواع البوند الي هو الروابط فنكون نكسر الروابط الي بالتفاعل يعني او بالمركبات فبنقسم المركب الى مركبين تمام شوفوا معاي وين اوكي زي هاي الصورة بس انا عندي هلا لكم صورة اوضح منها بس خلونا نقرأ هون الملاحظة هاي كتير مهمة انه هاي كتير مهمة انه هون انا بكسر رابطة عن طريق انه انا شو بقيم اتش تو او خلينا اعريكم كيف شوفوا معاي كيف انا هون هاي المي تمام المي هون اش كتير مهم وطلعوا كيف انا عندي فيه هون عندي بلبيبتايد هلا انا بدي اكسره لنصين كل بساطة شو بعمل هاي صار في عندي نصين شو عملت انا مش كان في عندي اتش تو او تمام انققارن هلا اللي هي موجودة هون الار اللي هي هالسات الاثر موجوده هون طيب هلا الان اتش ثلين للي هون شو كانت اساسها انتش معناها صح انا اي لاندي ان اتش تو او الاتش تو نحطط على هاي الان تمام الي هاي النيترجين ليترجين هون كان معاها بس هاي ادرجينة واحدة هون صار عندها تلاتة معناها أنا ضفت لها تنتين من وين جبت التنتين من المي مش هي المي اتش تو أو فأنا الهايدروجينتين اللي جيبتهم من المي تمام طيب ضلي الاكسجينة من وين حطناها بكل بساطة على هذا النص هذا النص لو نطلع عليه من هون هيك كان كان عليه بس اكسجينة واحدة أما لما صار هيك تحول لما قسمته صار في عندي هون شو هي هيدروجينتين من وين إجت سوري اكسجينتين من وين إجتوا الاكسجينتين الأولى أساساً كانت موجودة والثانية أجت من الـ H2O شفين دي هون O؟ حطيتها هون فأنا هيك ساعدت المركب بإننا نقسم بحيث إني زيدت على هاي عشان طبعاً الروابط كلها تكون مكتملة فهمتوا كيف عشان ما يضل مثلاً المركب مثلاً مش مستقر أو هيك أنا لازم يعني أحط زرات جديدة عشان أقسم هم الاثنين فلما جيت أقسم مثلاً هيك من هون هادي الجهة ضفت عليها O عشان كل روابطها تصير ممتلئة وهاي الجهة ضفت عليها 2-Hydrogen علشان تصير مستقرة وتصير زي هيك تمام؟ فهون أنا الفكرة عندي إنه أنا بقسم المركب لمركبين عن طريق شو؟ عن طريق إضافة المي طبعاً فيه هون شغلة كثير 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 مهمة إنه هادي المركبات ولما أقسمها زي ما حكينا عن طريق المي بس هون هل بحتاج أنا طاقة؟ بكل بساطة لا ليه؟ لأنه إحنا طبعاً أكيد كلياتكم تعرفون دائماً عمليات الهدم ما بتحتاج طاقة أما عمليات البناء هي بتحتاج طاقة كثير يعني إنت مثلاً لما تيجي تبني عمارة بتحتاج بلاوي وقت وطاقة وعمال وصمينت وصوشو وبدو كثير بس لما تيجي تهد عمارة بكل بساطة بجيب السجرة فيها وبتدها صح؟ دائماً هيك الهد كثير أسهل من البناء فعشان هيك نفس الشي هون عندنا بالكيميا وبالبيوكيمستري دائماً الهدم زي هون التكسير ما بحتاج طاقة بس البناء هو اللي بيحتاج طاقة فهنا لا يحتاج الاتب ما بيحتاج الاتب بالمرة فهنا يمكن الدكتور يخربطكم فيها بالامتحان وأهم الأفكار بهاي المحاضرة إن الهايدروليسيس هدون شو؟ بيحتاجوا اجتوء وما بيحتاجوا اي تي بي هاي كتير مهمة تمام هلا بيحكولنا هون إنه كل إنزيمات الهضم بيكونوا من هاي الكاتيجوري ليه؟ لأنه بكل بساطة شو معنى هضم؟ الهضم بكل بساطة إني أنا بأكل الخبزة الخبزة تتحول لكاربوهايدريت لمركبات كثير أصغر معناها طالما أنا عم تتحول لمركبات أصغر معناها أنا عم بكسر بهاي المركبات كيف بكسرها؟ بكل بساطة عن طريق هاي الانزيمات هدو الانزيمات هم انزيمات الهضم الديجستف انزيم حسنا؟ تمام هلا في عنا عليهم أربعة مثل الأول اللي هو البروتياز الثاني الجلاكوسيديز الثالث الاسترياز والرابع اللي هو البيبتايداز هلا البروتياز بكل بساطة من اسمه هدو بيكون يكسر البروتين وهي في عنا هون صورة عليها كيف انه تكسر البروتين تمام؟ بس هي هذا وأنا شرحت لكم زي هاي الصورة قبل شوي نفسها ماشي فهذا هو البروتياز البروتياز يعني تكسير بروتينات اللي هو البروتياز اسمعوا هاي كتير سهلة اللي هو البروتياز يعني احنا بكسر المركب وبنضيف مي وين عند اللي هو البروتياز فهنا هون بنكسر اللي هو البروتياز من عند الاستر بوند اما البيبتايداز معناها هون شو عم بكسر بالبيبتايد بوند اللي هي تاعت شو البروتين تمام؟ بس فهون انه بكسر انا ببتايد بوند هنا الاستر معناها انا بكسر استر بوند اما البيبتايداز معناها انا بكسر انا بكسر انا بكسر استر بوند بس هون مش حكينا هون استر بوند فهون بس بحكينا معلومة عن هذه الاستر بوند فهون احنا خلصنا نكون خلصنا ثالث كلاس اللي هي الهايدروليز خلينا بس نراجع سريعا هكينا انه الكلاس الاولى هي الاكسيدو ريدكتز اللي هي مسؤولة عن تفاعلات اكسر بالاختزال الثانية ترانسفيريز بنقل اي اشي معادل هيدروجين بنقل مثل جروب بنقل فوسفيت بنقل اماينو جروب بين مركب والثاني ماشي والثالثة اللي هي تاعت التكسير اللي هي الهايدروليز ماشي الرابعة اسمها هلا هضالة اللي هيسز شو بيعملوا بحكولنا ان هضالة اللي هيسز بظيقتهم انهم هما يمسكوا جروب ويشلوها من المركب يعني خلونا مش عارف اوريكم سوريا شوفوا عندي اعزائي هاد المركب هلا انا هاد المركب لو بدي استخرج منه مي تمام استخرج منه مي هيا بصير زي هيك وبطلع مي تمام فهوان انا عملية الاستخراج ان انا استخرج مادة من مركب كبير هاي هي اللي بيقوم فيها اللي بيسهلها هي انزيمات اللي هم اللي هيسز تمام هلا يسز بتساعدك انك انت تستخرج مادة من مركب فهي حكولنا انه احنا بس شو remove group زي ما شفنا قبل شوي بالصورة انه انا طلعت مي من المركب هداها اللي كان كبير اوك تمام هلا هاي طبعا برضو ما بدي استخدم فيها انيرجي ما بنتحتاج فيها طاقة من الامثلة اللي هو الالدوليز تمام هلا الالدوليز هادا بكل بساطة هو الانزيم اللي شايفين هاد المركب احنا زي ما تحكوا الالدوليز زيك انه احنا فصلنا هدول الاثنين استخرجنا واحد وضل الجزء التاني منه تمام فاللي بساعدني بهاي العملية هو انزيم شو اسمه الالدوليز ماشي هاد المركب الكبير اللي هو الفركتو سوان الفركتوز وان اسكس فوسفيت هادا طبعا هادا قبل شوي احنا اخذناها اذا تذكروا عندي الترانسفيريز صح اخذنا نفس هذا المركب اخذناها عند الترانسفيريز انه انا نقلت له الفوسفيت هلا بعد ما انقله الفوسفيت بالترانسفيريز بكل بساطة انا هادا اذا بدي استخرج منه مثلا جزء معين منه عن طريق الانزيم اللي احنا شو بنسميه الالدوليز تمام فبنتج عندي يعني نواتج اتنين اوكي هلا شو برضو في عندي غير الالدوليز هلا الالدوليز هي موجود هون انه هو هون فصل دي الالدهايد عن الالكوهول نفس هاي الصورة فهيك احنا خلصنا الالدوليز زي ما احكينا انه هو بيشتغل على الالكوهول بيستخرج منه شو الالدهايد تمام حلو هلا خلالنا نشوفه غير فيا عنا هون من الاسم بيكون واضح الموضوع الي هوert دي كاربوكسيليز دي معناها ازالة كاربوكسي معناها انا عم بزيل شو هايه ريموفال of carbon dioxide فدي كاربوكسيليز معناها انا عم بستخرج اي ثاني كسيد الكربون اللي هو ال carbon dioxide من المركب اللين اما انا بدي استخرج ماي زي الصورة اللي قبل شوية اوريتكم اياها فانا هون بحتاج انزيم شو اسمه ديهايدراتيز تمام فدهايدراتيز بيعمل انه هو بيعمل ازالة او استخراج للمي من المركب والالدوليز هذا اللي قبل شرحناه اما السنثيز هذا شو يخلوه شو يبدي ارجعه تمام فهيك بنكون احنا شو خلصنا هلا السنثيز بحكولنا امثلة عليه سيبكم انا السنثيز رح اسرحه شو مش هلا تمام هيك احنا بنكون شو بنكون خلصنا برضو كمان اللايسز الحمد لله تمام تمام هما بس فكرتهم ان احنا شو بنستخرج مادة تمام هلا في عنا هون سؤال الدكتور طرحوا بالمحاضرة وخلى فيه مجال للنقاش وسمع ارائكم يعني انتو خلال المحاضرة طبعا المحاضرة بس هيك عليها بس معلومة انه انتو بصراحة مش بحاجه ابدا تحضروها لانه كل كلمة الدكتور بحكيها موجودة ومكتوبة هون وانا بكون شرحتها وزيدت كمان عليها معلومات تمام هلا هون بحكولنا انه شو الفرق بين الدي هايدرتيز اللي هو هاد وكمان الهايدروليز اللي احنا اخذناه فوق ثواني ابركم اياه عشان تتذكروا ثواني شوي اللي هو احكينا ايمن اللي هو هاد تمام اوك رضا اهيو هون شو الفرق بين هاد هلا مش هاد بكسر تمام شو هاد بفرق عن شو اسمه عن ثواني عن اللي هو هاد هلا هاد مسؤول انه يعمل المسؤول عن الريموفل واللي فوق كان يفصل عن طريق انه احنا بنحط ووتر تمام فبجميع الحبار هون احنا عم نفصل مركبات عن بعض تمام و هون في ووتر و هون في ووتر طب هما الاتنين شو بيفروقوا عن بعض بكل بساطة بحكولنا انه الهايدروليز تمام اللي ماخدناهم اول اشي هادالا شو بعملوا بحكولنا بيكسروا الرابطة و بحطوا مي ماشي اما هاي بحكولنا اللي هي اللي هي اللي هي زي هاي الديهايدراتيز هاي بتكسر الرابطة بدون ما تحط مي تمام بس هون احنا بنعمل مي فبكل بساطة الفرق بيناتهم انه الهايدروليز هادالا بنضيف مي اما الديهايدراتيز احنا بنستخرج مي ماشي بس بجميع الاحوال اللي هون بصرف عندي شو انفصال لها او بيتنكسر زي ما تحكوها بينكسر او بينفصل المركب بس الهايدروليز هادالا شو بكون في عندي بكون في عندي بحط مي اما الديهايدراتيز بستخرج مي هاي اول بوينت هلا نقطة تانية انو الهايدروليز اكثر امثلتهم هاي الجدول تانو انا بكسر الرابطة فاليسترايز باكسر الاست البونت اما البابتايديز باكسر البابتايض بونت باكسر الرابطة تماما اما الان في مناطق هذا التانو اما مثله البلاةين هاي الدول والم خ rabbits ه oversees انه اكثر من رابطه انه المادرات يكسر إرابطه اما اللياسيز مثل هديل مثل هدول هدول ادرا هاديلوليز مثل هديل اهدور ترى بين اللايسيز واللي فوقيهم اللي هما الهايدروليسز لانه يمكن شوية انتو تشفوهم بشبهوا بعض انه هذا انا بكسر اشي بكسر المركب وهذا انا بستخرج المركب من مركب تاني فيمتو كيف يعني استخرج مي من مركب كبير وهاكده فيمتو كيف انه هذا الهايدروليسز بكسر الرابطة من الـ main bond تاعتها اما اللايسز بكسرها بس مش من الـ main bond تاعتها وبرضو زي ماي حكي انا هان الهايدروليسز انا بضيف مي ماشي اما اللايسزز هون راح استخرج مي او باستخرج اي اشي تاني يعني تمام اا اوكي هيك اهنا بنكون الحمد لله خلصنا تالت اشي اللي هما اللايسزز تمام اني انا باستخرج اشي الآن الكلاس الخامسة اللي معنا اللي هي الايزوماريز طبعا انتو اكيد مفروض انكم من ايام الموليكولر ومن ايام برضو كمان الورغانيك بتعرفوا شو هم الايزوماريز الايزوماريز بكون نفس المركب بس زي ما تحكو فيه هيك شوي واحد يوم نعكاس للتاني او فين دي بس مشكلة بترتيب الايونز بين التو ايزوماريز تمام فهم بكونوا يعني شكلين كتير متشابهات لنفس المركب ماشي بس هم مش نفس بعض قام في القناة عن أخوان نفسي انتو اسوماريز بكل بساطة بن هو هذا الانزيم اللي بدي يحول دني الزيوماريز من الشكل الاول للشكل التاني يعني شوفوا عندي هون هدوله هي kindergarten ما شي الاول اسمه هاد والتاني اللي هو هاد هدا هدول الزيوماريز بكون هسا ما تحكو ايزي انا بدي احول من هاد لهاد أو من هاد لهاد كل بساطة طلعين يوم ماشيوا دون دون bees بس انه هدي الفوسفيت عندذا فالفوسفيت عند الثالثة فانا عزي بدي احولهم من هاد لهاد كل بساطة انا بحتاج الايزوماريز اللي هو نزيم بحول الايزومار من شكل الى شكل اخر تمام فهادي هي الكلاس الخامسة اللي هم الايزوماريز ماشي بس نو بروديوس ايزومار بجيب لك الايزومار بتاعت السبستريت اللي عندك هلا عشان نراجع بس هيك موليكولر و اورغانيك شو هو الايزومار؟ الايزومار بكل بساطة هو شو بحكولنا موليكولز that have the same molecular formula بكون عندهم نفس الموليكولر formula but have a different arrangement of an atoms ماشي الاتومز اللي هم الذرات بس ترتيبهم الarrangement تاعهم مختلف ماشي الابيديمارز هدار بكونوا كاربوهايدرات بكون مكان الOH بينهم مختلف فهد بس هو الفرق بين الايزومارز والابيديمارز بكون مركب و اخوه شو بفرق المركب عن اخوه؟ بكل بساطة ترتيب الذرات بس هون هو الفرق بينهم اما الابيديمارز هدار بكونوا كاربوهايدرات بيحتلفوا عن بعض بمكان اخوه تمام هاي في عنا هون صورة طبعا هاي نفس الصورة اللي فوق اخدناها هاي اخدناها مثال عليها شو اللي هم اللايسز و هون هدول الاثنين النواتج عشان احولهم من شكل لشكل اخر منهم شو بحتاج الايزومارز تمام فالايزومارز من امثالتها اللي هو الميوتازز الميوتازز بكون يحول الميوتازز زي ما انتم اعتمو ما انتم اишьو مادة المركبات يعني اشبت لكم هاي الصورة عشان بكتم معكتب الميوتازز شو اللي بيعملوا بكل بساطة اه هاي الميوتازز هلق طلعهم هان فادي المركب كانت الفوسفيت جروب هون تحت تمام الميوتازز هو مرحلة عشان يحويله للايزومار متاعوه يحويل هاد المركب بكل بساطة مسك هاي الفوسفيت جروب ونقلها على القوت اللي فوق فهيك صار مشكل المركب تمام فشوف فرق هاد عن هاد بكل بساطة بس بمكان فوسفيت جروب انه هون هي كانت تحت تحت وهون لا حطناها بالنص تمام فمين اللي قام بهذا الشغل او مين الانزيم اللي حفز هذا التفاعل بكل بساطة هو الميوتاز تمام فالميوتاز شو بيشتغل بس انه هو بينقل الاتومز بينقل الذريرات زي ما شفنا قبل شوية كانت الفوسفيت جروب بينقلهم شو هاي بحكولنا فروم اه اوكي فروم ون اتوم تواناثر ان ذا سيم مولك يورياني هو بيشتغل على نفس المركب اما التاني اللي هو اسموه ابيديماريز تمام هلا شو الابيديمارز زي ما حكينا قبل شوي انهم هم هاي هم كاربوهايدرات تكون تختلف عن بعضها بس بمكان الاواتش جروب فهونا هدول الابيديمارز ازا بدي احول من واحد للتاني فيهم محتاج انزيم اسمو ابيديماريز تمام فهدي هي بس هاي الكلاس اللي هي شو كلاس 5 اللي هي الايزوماريز وهدو اللي هم مثلتهم اللي هم الميوتاز هاي الميوتاز بتكون تشتغل على نفس الملكيول انها هي بتكون تحول يعني زي ما شفتنا بشوية الفوسفيت جروب من مكان لمكان تاني ماشي اما الابيديمارز بتشتغل على الابيديمارز اللي هم ازا بحكينا كاربوهايدرات بس الاواتش جروب مكانها عليهم مختلف تمام بدي ادمجهم مع بعض هلا هون انا بدي عملية بناء زي ما حكينا قبل شوية عمليات البناء دائما شو بتحتاج طاقة فانو هون شو بحتاج طاقة فعشان هيك طبعا اشي كتير مهم ان يكون في اندي اي تي بي هلا الاتي بي طبعا رح تتحلل لأي دي بي و ارغانيك فوسفيت تمام وهدول الاتنين طبعا شو رح يندمجوا مع بعض لما يندمجوا مع بعض شو بصير اسمها الي هي الملونيل كوئي تمام بدرمي كانت الاسطايل كوئي هون كان الملونيل كوئي تمام كيف هاي طلعت عن طريق انه انا دمجت هدول الاتنين مع بعض لما ادمجهم مع بعض بطلع هاد المركب تمام وزي ما حكينا بنحتاج اي تي بي بس هاد هي فكرة اللاقياز اللاقياز بتكون زي الصمغ او زي لزي الزاء انا عم بلزق مركبين ببعض بس كتير مهم كتير كتير اني انا هون بحتاج اي تي بي اوكي تمام بس هي هاي فبحقولنا انه هاد لنك تو سبستريت توجد بربط مركبين مع بعض من امثلتهم الاسطايل كوئي كاربوهايدريليز ماشي اللي هو ساعدني بهاي العملية اللي وردتكم ايها ماشي ماشي هلا هون من اهم الانزيمات اللي مثال اللي هو مثال انزيم شو اسموه كمان اللي السامثيتيز هلا السامثيتيز هاد بكون يركب لي ويلزق لي المركبات مع بعض عشان يطلع مركب اكبر ماشي اه فهذا بحقولنا جوين مولكيونز يوزنج اي تي بي از اصورس اوف انيرشي هاد بس تخدمه عشان انا ابني ويلزق المركبات بعض عشان ابني مركب اكبر تمام شو اسموه السامثيتيز وهذا بحتاج اي تي بي تمام هيك احنا شو خلص بنكون خلصنا الحمدلله الكلاس السادسة اللي هي اللي هيا هلا بس في نوت مهمة هون انا حكيت لكم قبل شوي رح ارجع لها اللي هي موضوع انزيم السامثيز اللي قبل شوي اخدناها حكيت لكم رح ارجع لها والسامثيتيز اللي موجود هون شو الفرق بين السامثيز والسامثيتيز هلا السامثيتيز هاد انا بصنع ماشي بس شو بس بمساعدة ال اي تي بي اما السامثيز جوين مولكيول تكوذر without the use of اي تي بي هلا طالما هون ان انا عم ببني من غير اي تي بي ماشي معناها هادا بحطوه السامثيز ضمن قائمة اللياسيز تمام اما اللي بستخدم فيه اي تي بي هو السامثيتيز اللي هو ضمن الكلاس اللي شو اسمها لاي جيز تمام ففرقوا بينهم اذا انا عم ببني وبعمل جوين مولكيول باستخدام اي تي بي سوري باستخدام اي تي بي بكون اسمه سامثيز اما اذا عم بستخدم اي تي بي فهادي شو بكو اسمها سامثيتيز هون في شو اي تي بي وبرطو كمان فرق انه السامثيتيز تعتبر من اللايجيز جروب اما السامثيز هاي لانها ما بتحتاجوا اي تي بي فهاي تعتبر من شو من اللايجيز جروب اللي هي شو الكلاس الرابعة وهاي الكلاس السادسة تمام كتير مهم انكم تميزوا بينهم اي بس هو هاد الموضوع كيف ممكن انتم تحفظوه وما تنسوها انه السامثيتيز انا بحتاج اي تي بي فعشان هيك بيكون باسمها سامثيتيز في تي اما اللي فوق ما بحتاج اي تي بي فما في اندي هون تي اسمها سانثيز سانثيز مش سانثيتيز اوكي التي يعني اي تي بي اوكي تمام بس هي هاي الموضوع خلينا نشوف السامثيز من فوق علشان هاي السامثيز زي ما حكينا جوين مولكيولز تكوذر ويداوت ذي يوز اي تي بي والدكتور حكب المحاضرة امثلة على السامثيز اللي هو الكلوكوز سانثيز والالالسامثيز بس احفظوهم مش كتير مهمات اوكي زي ما حكينا انه السامثيز مثال على شو مثال على ال اوكي هايو اللايجيز جروب تمام بس هي هيكا هيك احنا بنكون خلصنا ال ام سيكس كلاسيز اللي معنا وبنكون خلصنا الحمد لله واخيرا وليس اخيرا بصراحة ازنك او قلينك اطول موضوع معنا بالكتور وان اللي هو شو كان اللي هو الانزايم كلاسيفيكيشن الحمد لله خلصناهم وهون انا في عندي لكم مفاجأة كتير حلوة بصراحة رح تفيدكم كتير ان شاء الله هي هاي المايند ما بل انا عملتها لكل اللي حكناه قبل هيكا هاي في عندي هون شو الانزايم كلاسيفيكيشن هم زي ما حكينا سيكس كلاسيز اوكي هدولة الرئيسيات هلا خلونا مثلا نمسك واحدة فيهم اللي هي مثلا الترانسفيريز هلا عشان افهمكم هاي المايند ماب تفتحوها زي ما حكينا مثلة الترانسفيريز تلاتة الكاينيز والاماينو ترانسفيريز والترانسفيريز ماشي خلونا مثلا نشوف الكاينيز هي وظيفته الاماينو ترانسفيريز هيك وظيفته والترانسفيريز هي وظيفته طبعا هاي عشان الحفظ عشان اسهل عليكم تطلعوا هي المايند ماب صراحة كتير كبيرة بس هاي بتلخص كل الحكي اللي صار ليساعة عادة بحكي لكم فيها هاي انا عادة بفتحلكم فيها تمام انا رح عطيكم ايها بصراحة بي دي اف بس بي دي اف كتير واضح ان شاء الله تمام وهيك شو بتكون المايند ماب صارت كاملة هاي مثلا هون في عنا الاكسيدوري دكتاز اللي هما تعالت بتأكثر في الاختزال هاي هما خمس امثلة كل مثال فيهم شو بيعمل اكسيديز شو بيعمل وهكذا تمام اي وهكذا اوكي هاي كتير ان شاء الله رح تسحل عليكم الحفظ وهي اللي بتعطيكم الصافي من كل اللي حكينا بس كان مهم بصراحة اول شي تفهموها منيح من السلايدات ومن حكي الدكتور بعدين بتيجوا بتحفظوها من هاي الماين تمام هيك خلص خلونا نسكر تماما على سيرة الانزائم كلاسيفيكيشن خلص 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 نعم الحمد الله مية مية هلأ بدنا نحكي عن اخر اشي اليوم رح نحكي عنه واللي هو الميكانيزم اف اكشن اف انزائم شو يعني هذا الحكي؟ هلأ احنا تعرفنا عن الانزيم وخصائص الانزيم وتسمية الانزيم وتصنيفات الانزيم وحكيانه وظيفته انه هو يسرع التفاعل حصل ولا ما حصلش حصل تمام؟ هلأ بدنا نحكي كيف هو بسرع التفاعل يعني احنا عرفنا انه وظيفته انه يسرع التفاعل هلأ بدنا نعرف هو كيف بسرع التفاعل تمام؟ عن طريق اربع عناوين فريعية ان شاء الله هلا خلونا نشوفهم واحد واحد هلا اول شي تعالوا هيك مع بعض نشوف هاي الرسمة ونفهم شو هاد الاشي هلا اول اشي بتكم تعرفوا انه انا في عندي بكون طاقة دائما لكل اشي بالدنيا في طاقة تمام هلا في عندي هاي الطاقة اللي هي تاعت شو تاعت الرياكتنس اللي هما المتفاعلات ماشي هلا انا من الرياكتنس بدي اطلع برودكت تمام بدي اطلع برودكت هلا لازم عشان انا انتقل من الرياكتنس للبرودكت لازم اول اشي طاقة الرياكتنس انها هي شو تعله ماشي او تتأثر تتغير الماشي فلازم توصل لمرحلة احنا شو بنسميها الترانزيشن ستيت لازم الرياكتنس تطلع تصير ترانزيشن ستيت بس توصل لترانزيشن ستيت دايركت بتنزل وبتتحول لشو لبرودكت اوكي فهذه هي السلسلة كتير مهمة ماشي فانا اول شي بكون فين نديري اكتنس بحتاج طاقة حتى اوصل لترانزيشن ستيت هاي كتير 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 مهمة ماشي ان انا كتير ريح احتاج طاقة حتى اوصل لترانزيشن ستيت ومنتم اوصلت لترانزيشن ستيت خلاص تنزل هيك وبنوصل للبرودكت هلا اول مشكلة انا المشكلة عندي اساسا بكل التفاعلات هي هاي ماشي اه هاي هي الاكتيفيشن انيرشي انا شو بسميها اكتيفيشن انيرشي هاي هي كتير بتلزم حتى يصير التفاعل انو انا تطلع الطاقة وتوصل لعند الترانزيشن ستيت هلا هاي بالوضع الطبيعي بتكون كتير عالية يعني هاي بتكون مثلا بالوضع الطبيعي هيك هيك ماشي وبعدين تنزل اما اللي بيصير هو انو الانزيم شو بيعمل شايفين هاي بيختصرها ماشي فهو بيقلل زين ما تحكوا الطاقة اللي انا بحتاجها حتى اوصل لترانزيشن ستيت فلو الترانزيشن ستيت كانت هون بالانزيم بتصير هون فهمتوا كيف؟ هادا هو كل الموضوع انو انا بدل ما مثلا احط كل هاي طاقة لا انا بس بحط بس هل اتطاقة فهيك بسرع انا التفاعل تمام فهذا هو شغل الانزيم تمام انو هاي الاكتيبيشن انيرجي حتى اوصل الترانزيشن ستيت الانزيم بكل بساطة رح يختصرها علي ويقللها ومرات ممكن يمحيها تماما وما احتاج اساسا شو اكتيبيشن انيرجي تمام بتاعدي نقرأ هاد الكلام عبعض بيحكولنا انو ماني ثيوريز ما شيفيندي كتير ثيوريز فيدي كتير افتراضيات لكيف الانزيم بيشتغل بس اكتر واحدة كانت اكسبتبل واكتر واحدة كانت مقبولة هي انو انا بصرفي عندي هاي الاكتيبيشن انيرجي بتقل فهيك بصير التفاعل اسرع ماشي هلا برضو كمان هاي الاكتيبيشن انيرجي اللي هاي اسم تاني اللي هو الانيرجي بارير تمام لانها هي تمثل بارير تمثل زي حاجز بين الرياكتنت والبرودكت لازم انا اوصل هون حتى اوصل لعند البرودكت تمام فهي بتقلل هاد البارير بتقلل هاد الحاجز اوكي فهي بس تعمله للاكتيبيشن انيرجي ولا الانيرجي بارير هلا الانيرجي بارير هاي زي ما حكينا بتكون بتقلله او ممكن باي باس ات يعني هي متلا بتمحي تأثيره او هاي تمام اوكي هلا بحكولنا انه this barrier هو نفسه الانيرجي اوف اكتيبيشن نفس بعض ماشي بس هي هاي بحكولنا انه هو difference between that of reactant and transition state بكل بساطة شو هو الانيرجي اوف اكتيبيشن بعرفو لنا اياها انه هي difference between الرياكتنت والترانزيشن ستيت الديفرنس اللي بينهم المسافة بين الترانزيشن ستيت والرياكتنت هاي هي اللي انا بسميها الاختيبيشن انيرجي تمام هاي نفسه اللي هون حطينه انه هي difference between the reactant هاي الرياكتنت والترانزيشن ستيت المسافة اللي بينهم هي هاي الاختيبيشن انيرجي اللي انا بدي اقللها تمام اوكي فهون بس هاد اللي بحكولنا اياه بحكولنا انه هون in order for the reaction تؤكر عشان يصير التفاعل بحكولنا لازم احنا نوصل الـ ea شو هو الـ ea بكل بساطة هو الترانزيشن ستيت لازم انا اوصل للترانزيشن ستيت عالي شو عم بعدين انزل عند الـ product ويصير التفاعل اوكي تمام هلا بس فهذا هو اللي بحكولنا اياه ان الانزيم شو بيعمل provide an alternate reaction pathway with a lower free energy of activation ماشي هون بيعطينا طريق بديل انه يصير التفاعل عن طريق انه هو بيقلل هاي الـ energy of activation فهوان بيكون كتير التفاعل اسرع مقارنة بالـ uncatalyzed reaction فالـ uncatalyzed reaction اللي هو الـ reaction اللي ما فيه انزيم بيكون كتير بطيئة اما الcatalyzed reaction اللي هو اللي فيه انزيم لا هاد بيكون كتير اسرع اوكي تمام هون بحكولنا notes شو اندي اكمل معلومة اول معلومة خليني اعبركم اياه هون انه شايفين الـ reactant والـ product المسافة اللي بينهم بتكون ثابتة 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 تمام مين اللي بتتغير هي هاي اللي هي اللي بين الـ reactant والـ transition state هاي هي اللي بتغير اما اللي بين شو اسمهم الـ product وـ reactant هاي بتكون ثابتة هاي شو بتكون ثابتة وهاي انا شو بسميها delta G تمام فأنا هون في عندي delta G بتضل ثابتة ماشي اما الـ energy of activation هاي هي بتغير وبتقل مع الـ enzyme اوكي هادي المعلومة كتير مهمة وما لازم تخربطوا فيها انه هاي اللي هي الـ delta G ثابتة اما الـ energy of activation هاي هي اللي بنقللها بسبب الـ enzyme اوكي تمام هادي هي النوت الاولى اما النوت التانية ماشي بس هون ثواني شوية بحكولنا اساسا انه هون الـ delta G بتكون ثابتة هاي الـ enzyme does not affect the free energy changes اوكي اللي هي الـ delta G اللي هي اللي بين الـ reactant والـ product هاي زي ما كانا بتكون ثابتة هلا الـ alpha G سوري delta G هاي إلها اهميات بـ determining the type of reaction هاي بتحدد لي نوع reaction بس مش مطلوبة معنا هلا راح ناخدها بعدين فتقدر تسحبوها هاي المعلومة هلا هون بس بحكولنا شو هي الـ delta G زي ما حكيت لكم هي هاييه هاي داíoبني هكيت لكم اياها انها هي الفرق بين الـ reactant و الـ product مين ما تروح من مين بكل بساطة الـ product نتريح منه مين الـ reactant اوكي هاي هاي القواعدة هون هي لا طاقتات الـ product ناقص الـ reactant ماشي؟ اوكي هاي هي النوت الاولى اما بالنسبة للنوت التانية كالبساطة هي شو بحكولنا نو الاكوليبريام ماشي اللي هي توازن المعادلة ما بيتؤثر بالمرة إذا المعادلة يعني خلص موزونه كل مرة تمام ما بيتأثر الإكوليبريم بالمرة من اللي بيتأثر سرعة حدوث الإكوليبريم أما الإكوليبريم أنه يخرب أو ما يخربش هذا الإشي أبدا ما بتأثر بوجود أو عدم وجود الإنزيم تمام الإكوليبريم بتضلع موجود للمعادلة بس اللهم إحلي بنسرع حدوث المعادلة فقط تمام هذال المعلومتين كثير مهمات وما لازم تنسوهم أبدا هاي الصورة بس بورونا فيها شو هو الدلتا جي شو هو الاكتيفاشن الانرجي كله عم شرحت لكم هلا هون بحكو لنا عن شغلة اللي هي شو إشي اسمه الانزايم كايناتك ماشي هلا رح نحكي عن شو عن سرعة الانزيم الفيلوسيتي أساسا معناها سرعة هون رح نحكي عن الفيلوسيتي تاعة الانزيم هلا اللي هي اسم تاني هي فأنا لما أحكي لك شو مثلا الفيلوسيتي تاعت هالانزايم او الريت اوف ذيس انزايم هنا ها بدك تعرف ان انا عم بحكي عن سرعة الانزيم بأداء شو فهون شو بحرفوا لنا هي ها بحكول انها هي الريت اوف تشينج اوف سبستريت تو بردكت بير يونت افتايم ماشي يعني انا عندي مثلا هاد الانزيم بحول لي مثلا خليلين نحكي الف سبستريت الى مثلا يعني الى الف بردكت خلال دقيقة واحدة فهذا بكون مثلا شرعة انه هو شو الف لكل دقيقة فانتو كيف لانه هو حول لي سبستريت الى بردكت اه متلا خليلين نحكي ميت سبستريت او الف سبستريت بدقيقة واحدة الى بردكت معناها هادي هيك احنا بنوصف سرعته فهمتو كيف فهو بس بمثل لسرعته سرعت شو سرعت تحويل السبستريت الى البردكت بيريونتوف تايم خلال وحدة اه خليلين نحكي وقت معينة اوكي طبع هلا اه طب في اشي بأثر بسرعة الانزيم بكل بساطة يس شو اللي بأثر بسرعة الانزيم بحكولنا هايو السرعة is directly proportional to the concentration of reactant molecule هي بتكون لها علاقة ترضية خلينا نحكي مع مين مع كمية السبستريت شو يعني هاد الحكي انت كطالب من مريد لما يكون في عندك مثلا خلينا نحكي دراسة كتير بسيطة او محاضرة بس او محاضرتين فقط بدك تدرسهم هان انت بتكون عم تدرس بطيء او مكتير عم تدرسه اما لما يكون عندك مثلا هدي هي نحكي عشر محاضرات مراكمات او بكرة عندك متصحان عندك كمية هدراسة كتير كبيرة فانتى بتصير اسرع وبتصيرك ننجز اكتر بتصدها لك اكتر تمان نفس الشي الانزيمات لما يكون عندها كمية السبستريت قليلة تكون تشتغل بسرعة قليلة بكون الجملة لها قليلة بين كمية السبستريت الموجودة وسرعة الانزيم كل ما كانوا اكتر كل ما الانزيم رح يشتغل اسرع عشان يخلص منهم فبس الاكوليبريام زي ما حكينا شو ما بيتأثر بوجود الانزيم بس هاي هي المعلومة الكتير مهم تاخدوها هلا هاي رح تاخدوها لقدام والدكتور حكى بلاش انه تتخربطوا فيها فحاليا تقدروا تسحبوا عليها ومش تضرورة تفهمها نشاء الله رح ناخدها بالتفصيل لقدام بس اعرف ان الاكوليبريام بس هو شو بس بيصير اسرع حشان كيف بس مش انه بروح او بخرب او هيك لا لا ابدا بس هون الفكرة انه هو رح يصير اسرع فقط اوكي اه هلا رح نحكي شو هناك خلصنا الانزيم كاينتك اللي هو اول واحد ماشي هلا بدنا نحكي عن اشي تاني واللي هو شو واللي هو هاد تاني اللي هو تفاعلات شو اسمه تفاعلات الانزيمات واساسهم اللي هم هون في عندي 3 انواع من التفاعلات بتصير حسب هذا الاشي اللي احنا اخدنا لهو كيف بيصير التفاعل حسب هاي الرسمة اللي بتطلع معي انا شو رح اصنف التفاعلات الى 3 انواع طبعا هاي التلت انواع احنا اخدناهم بالتفصيل بالكيميا بالتوجيهة اي ثنك بالموحب واحدة التالتة حسب ذاكرتي اقل واحدة التالتة فشو اسمهم فهاي نفس الكيميتات التوجيهة فان شاء الله هلا ما رح تتغلبوا فيها ابدا اوكي هلا احنا حكينا قبل شوية عن اشي اسمه الدلتا جي شو كانت الدلتا جي الدلتا جي كانت بكل بساطة عبارة عن طاقة البردكت ناقص طاقة من الرياكتنت ماشي فكانت البردكت ناقص الرياكتنت طب خلينا نشوف هاي الصورة هلا البردكت قليل تمام والرياكتنت اعلى منه يعني قليل ناقص كتير هلا انت لما تطرح قليل ناقص كتير كيف بطلع الناتج يعني نفترض انت مثلا حكيت اثنين ناقص عشرة قدرش بطلع الجواب سالب تمانية صح نفس الشي هون انا عم بطرح قليل ناقص كتير ماشي فبطلع معاي الجواب السالب فهون الفكرة رح يكون بهاي الصورة الدلتا جي شو رح تكون سالبة هتكون نيجاتيب ماشي هلا هون هادا نوع يعني انو يطلع الدلتا جي سالبة هادا بعطيني نوع من انواع الرياكتنت اللي ممكن يصير عند الانزيمات اللي انا شو بسميه الاجزو ثيرميك رياكتنت او برضو كمان بسميه مرات الاكزير غونيك رياكشن تمام انا سوري الاكزير غونيك رياكشن او الاكزو ثيرميك رياكشن هادا هو بكون تفاعل شو ما له بكون الدلتا جي شو بتكون سالبة بتكون نيجاتيب شو يعني هادا حكي انو طاقة البرودكت اقل من طاقة الرياكتنت وكتير مهم بهادا التفاعل ان هو بينتج منو طاقة ماشي هو اكزو ثيرميك رياكشن هو بيطلع طاقة تمام فهادا التفاعل بكون عم يطلع معو طاقة تمام هادا هي كل فكرة انو على اول انو هادا بكون في عندي في ريليز وفي فري انيرجي زي ما حكينا هايو بيونتج عندي طاقة والدلتا جي شو بتكون هايها بتكون نيجاتيب تمام بسبب شو بتكون نيجاتيب لانو الطاقة تاعت البرودكت اقل من الطاقة تاعت الرياكتنت بشكل عام هادا التفاعل ازا بديو يصير يعني زي هانا تحول اليوريا لامونيا وCO2 وانيرجي هادا التفاعل لاحظوا انو بكون بساهم واحد فقط وبيكون هو شو الريفيرسابل اوكي فهذا هو النوع الاول تمام زي ما حكينا بكون في عندي بيخرج طاقة بيكون الريفيرسابل ودلتا جي بتكون شو نيجاتيب اوكي تمام هادا هو النوع التاني هلا خلونا نشوف الثالث بعدين بنرجع على الثاني اه سوري احنا خلصنا الاول هلا بنشوف الثالث بعدين بنرجع على الثاني هلا الثالث هادا عكس الاول هادا بنسميه اندو لا سوري اه هيو اندوثيرميك او مرات شو بنسميه الاندرغونك ماشي هلا هادا شو بيتميز هادا عكس اللي فوقيه بالضبط عكسه بكل اشي هاي في الى صورة هون طلعوا هون طاقة البردكت اعلى من طاقة الرياكتنت فانا لو طرحت البردكت ناقص الرياكتنت يعني بنشترد حكينا عشرة ناقص اتنين يساوي موجب تمانية صح؟ نفس الشي هون انا عم بطرح البردكت ناقص الرياكتنت ماشي فبكون الدلتا جي عندي هون شو موجبه تمام؟ فهذا التفاعل شو بكون بكون كل اشي عكس اللي فوق تمام؟ فبكون الدلتا جي موجبه وبكون برضو كمان هذا عكس اللي فوق من ناحية شو؟ اللي فوق كان يعطي طاقة اما اللي تحت ما بيعطي طاقة بل العكس هو بحتاج طاقة طول فترة حدوث التفاعل حتى يظل مستمر ضروري كتير ان يكون في عندي طاقة تمام؟ فهم الاثنين عكس بعض هذا بتظل طول التفاعل يعطيني طاقة اما اللي تحت ما بيشتغل اساسا غير في وجود طاقة هو ياخدها ويستهلكها فهم الاثنين عكس بعض هداك بينتج طاقة هذا كتير بيستهلك طاقة تمام؟ اوك فهون زي ما بنقرأ انه الانيرجي رح يصير في استهلاك للطاقة بهذا الاندوثيرميك ماشي لانه اندوثيرميك انا عم بدخل عليه طاقة اوك تمام وزي ما حكينا هون الدلتا جي شو بتكون بوزيتيف دلتا جي بتكون موجبة ليه لانه طاقة البردكت هاي زي ما بتقرأوه اعلى من طاقة الرياكتن فبطلع معاي الدلتا جي موجبة اوك هيتطلعوا في عندي هون مثال عليها اللي هو انه انا بدخل اي تي بي علشان يصير هاد التفاعل اوك هاد هو النوع الثالث فاحنا هيك خلصنا النوع الاول وخلصنا النوع الثالث هلا النوع الثاني هادا بيكون وسط لا بتكون الدلتا جي بوزيتيف ولا بتكون الدلتا جي نكتف طب شو بتكون كل بساطة بتكون زيرو بيكون شو صفر وما بيكون في طاقة لا عم تطلع ولا عم تنزل يعني اظهما بيكون في طاقة لا بالنواتج ولا بالشو اسمه بالسبستريت نفسهم تمام؟ فهيو زي ما مكتوب انه الدلتا جي بتكون زيرو ماشي وبكون طاقة البروتكت زي هذي طاقة الرياكتن وهذا بيكون ريفيرسابل تمام؟ وبس هيتطلعوا كيف هاي بالصورة ولا في طاقة طلعت ولا في طاقة نزلت اوكي مش بصورة اصد بالمعادلة يعني ما في طاقة لا كانت داخلة ولا في طاقة طلعت مع النواتج ابدا اوكي فهذه هم انواع التفاعلات جدا 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 سهلات ووسطات وما فيهم اي اشي فهيك احنا بكون خلصنا الاول اللي هو الانزيم كاينوديك وبردك ما بنكون خلصنا التعاني اللي هو types of reaction هلا تالت اشي بنا نحكي عنه هلا اللي هو شو chemistry of enzyme active site ماشي رح نحكي عن اختراع بالحياة اسمه active site خلونا نتعرف عليه هيا هلا شو هو اول شي ال active site هلا احنا حكينا طبعا قبل هيك انو الانزيم بكون تقريبا هيك شكله تمام؟ ولنفترض والله هاي خالطة السبستريت بدها تدخل ماشي هو ان تدخل؟ تدخل مثلا بتقعد في كرسي محدد اللي ها هون عند الانزيم بتقعد هيعلي ماشي يعني لها مكان معين مخصص تقعد عليه شو هذا المكان اسمه؟ بكل بساطة اسمه active site تمام؟ فالactive site هو بكل بساطة الكرسي اللي يحتقعد عليه السبستريت جوه الانزيم حتى تتحول لبردكت ض sustained عيبه لما تتحول من البردكت لما تتحول من البردكت بتقوم ربgon وبترع بتقوم من هذه الكرسي و بتروح حالص الله معها تمام؟ فهيو هو cddnm ماشي هي المكان اللي سبستريت بترتبط عنده والكتالايسيس اللي هو تحفيز التفاعل رح يصير بهذا المكان اللي هو شو اسمه الاكتف سايت هلا الاكتف سايت هادا الكرسي بكون يتكون من جزئين ماشي جزء بنسميه بايندينج سايت و جزء بنسميه كتاليتك سايت شو بيفرقو عن بعض بكل بساطة بيفرقو عن بعض بان بايندينج سايت يا اعزائي هاي بتكون هي المكان اللي رح يساعد انها هي السبستريت ترتبط بالانزيم ماشي فهادي مسؤولة عن ارتباط السبستريت بالانزيم اما الكتاليتك سايت هاي هي اللي بتكون مسؤولة عن تحفيز التفاعل وتحول السبستريت الى برده تمام فالاكتف سايت يتكون من جزء اين البايندينج سايت هو مكان الارتباط ماشي اما الكتاليتك سايت هادا المكان اللي بيصير او هو اللي بيحفز انه يصير في عندي اللي هو يعني تحكو تنشيط التفاعل تمام فبس هي هاي هلا هذول المكانين اللي هم البايندينج سايت والكتاليتك سايت ممكن يكونوا منفاصلين يعني مش ضروري يكونوا مبلازقات ببعض لا ممكن يكونوا بعض عن بعض هلا في بعض الانزيمات وفي بعض الكتب بتعتبر انه اساسا مش لتنين موجودات بس واحد مثلا فيهم موجود بس الكتاب اللي احنا معتمدينه يعني الدكتور وسلايدات الدكتور طبعا هحط هاد الحكي فالدكتور بس حكاها معلومة هيك خلال المحاضرة انه ممكن انتم متلا تشوفوا مصدر على جوجل او على اليوتيوب او بكتاب مثلا غريب هيك يكون انه ما يكونوا معترفين بهذه الشغلات بس الدكتور لا بالنسبة له هاي الشغلات موجودة وحاطتها بالسلايدات انه في انا عندي اكتف سايت تتكون من باينتنك انت كتاليك سايت ممكن يكونوا ممكن يكونوا مرتبطات من بعض ممكن هيك عادي تمام هلا خلونا نحكي كمان الشغلة هلا مش احنا حكيانا انه هادا الانزيم تمام والانزيم عليه مثلا هادا المكان هيا المكان اللي هو شو اللي هو الاختف سايت ما شو هكيانا بتكون من بايدنك انت كتاليك سايت ما علينا من هاد حكي هلا هذا الشو اسمه الاكتف سايت من شو بيتكون خاصناس بكون يتكون من هيك دورج tijd باض الهم شو اماينو أسد بكونوا شو مميزات هادال هم اللي بكونوا شو يرتبط عندهم السبسترايت تمام فانا هون في عندي شو اماينو أسد بكونوا مميزات لكل انزيم انه هدول الاماينو اسد تعود الاكتف سايت تاعه ماشي طبعا انتو اكيد تترف شو هم الاماينو اسد صح خدوهم كتير عبر هيك فالمهم انهم هون شو بيحكو لنا بيحكو لنا انه الاماينو اسد اتفايت او ارانجد انها هاي كلمة معناها انهم بكونوا هيكا مكتبات او فوق بعض بيكونوا هناك كتير اقرب من بعض ماشي عشان هيكا لانه في عندي هناك اماينو اسد معينات وبكونوا مرتبات بشكل معين فعشان هيك بتلاقوا هاد الانزيم كتير شو كتير سبيسيفيك لسا بستريت معين لانه والله هي عندي مثلا اماينو اسد هدول مثلا خلينا نحكي خمسة اماينو اسد معينات جنب بعض هدول مسؤولات انهم هم يطبطوا مثلا بالغلوكوز فقط او بالغلوكوز والفريكتوز مثلا فقط فهمتو كيف فعشان هيكا الانزيمات كتير سبيسيفيك فاذا الدكتور سألكم مثلا ليش الانزيمات كتير سبيسيفيك بكل بساطه بتحكوله يا دكتور لانه انا في هندي سلسلة اماينو اسد معينين مرتبين بطريقة معينة على الانزيم المعين هذا حتى يرتبط هو فقط بمادة معينة او بمادة او مادتين معينات يعني هو بكون سبيسيفيك فقط لمواد او مادة معينة اوكي فمن اهم الاماينو اسد اللي بشتركوا بهذا الاشيو بكونوا موجودات بالعادة بالاكتف سايت هم السيرين والهستيدين والسستين والاسبرتات والغلوتاميت اوكي حفظوهم عشان هيك هادال الاماينو可愛سد اللي هو السيرين والهستيدين والسستين والاسبرتات والغلوتاميت هادالا انا شو باسميهم الكتالتك رزيديوز او مرات بسميهم الكتالتك— اغروب كتالتكيêuديوز بكل بساطة هي عبارة عن الاماينو اسد المعينات اللي موجودات بانزيم معين عند الـ ActiveSight ماشي؟ ما تنسوها. ما هي الكتالتكيوز وهي عبارة عن الاماينو اسد الموجودات في الـ ActiveSight في انزيم معين حتى يرتبط بـ Substrate معين. طبعا هذا الحكي كله ليهاته هو الكيمكل هذا الموجود يعني هناك وشي بتاع الانزيم كله هذا بساعد على شغل اللي شو اسمه الانزيم حتى كتير سهل تمام هلا في عنده هون اخر هيك معلومة بهذا الاشي اللي هو يعني عند الاكتف سايت شو بيحكو لنا بحكو لنا انه مريات الانزيم بتنسميه على اسم الاماينو اسد اللي موجودات بالاكتف سايت يعني مثلا انا هون في عندي مثلا خلينا نحكي التربزين التربزين كتير مميز انه الاكتف سايت تاعته فيها اماينو اسد شو اسمه سيرين فعشان هيك الاماينو اسد اللي موجود بالاكتف سايت اسمه سيرين فمرات انا التربزين شو بسميه سيرين بروتياز فهمتو كيف حسب الاماينو اسد اللي موجود بالاكتف سايت مرات بعطي للانزيم مثلا اسم تاني فهمتو كيف فالسيري التربزين هو اسمه تربزين بس مرات بعطي اسم تاني اللي هو السيرين بروتياز لش سميت انا التربزين اسم تاني اللي هو السيرين بروتياز بكل بساطة لانه الاتريبسين الاكتف سايت بتاعته الاماينو اسد اللي فيها هو عبارة عن شو عبارة عن سيرين ماشي هلا عنا مثال تاني اللي هو شو اللي هو انزيم اسمه البابين هلا هذا البابين هاد بكل بساطة له اسم تاني اللي هو السستين بروتياز ليش اسمه السستين بروتياز بكل بساطة لانه الاماينو اسد اللي موجودين بالاكتف سايت اللي على هذا الانزيم هي عبارة عن شو عن سستين فهمتو كيف تمام هلا في عندي هون جدول هذا الجدول طبعا اكيد مش حفظ بس انه هيك للاطلاع الدكتور حاطو كان بسعدات وحكى بالمحاضرة انه انتو مش مطالبين انكم تحفظوه المطلوب انكم تحفظوهم بس اتنين اللي هم هدول بالفقرة اما اللي بالجدول مش مطلوبين منكم وما رح سألكم عنهم بالامتحان هلا هاد الجدول شو بورينا بورينا كل انزيم وشو الامينو اسد اللي موجودات بالاكتف سايت تمام طبعا هاي هم بس اقرأوهم مثلا التربسين والله هي الالدو الالدليز هذا الامينو اسد اللي فيه مثلا والله هم اللايسين واقضا همتو كيف بس طبعا همتو كيف بس طبعا همتو كما حكيانا زي ما حتى هون بشار كاتب لكم انهم هم شو مش مطلبات للامتحان هيك برضو الحمد لله واخيرا وليس اخرين برضو كمان بنكون خلصنا الكيمستري اوف انزيم اكتف سايت تمام هلا واخيرا وليس اخرين ضيلنا اخر موضوع رح نحكي عنه بفيديو اليوم وهو السبستريت اند اكتف سايت اوف انزيم هون مش بس رح نحكي عن الاكتف سايت زي ما حكيانا قبل شوي لا هم بدنا نحكي عن السبستريت اند اكتف سايت يعني كل بساطة انا بدي احكي عن تفاعلهم مع بعض طلعوا هون مثلا عندي زي هون انا عندي اكتف سايت بس ما هو رح يوجي عليها السبستريت كيف هدول السبستريت مع الاكتف سايت كيف رح يتفاعلوا مع بعض هلا هاد الاشي اختلفوا عليه العلماء وحطوا الف نظرية وبالاخير اتفقوا فقط على نظريتين هما اللي حاليا معتمدات الاولى والتاني هلا الدكتور حكي ان الاولى هاي كتير قديمة وكتير في اسباب لرفضها اما التانية هي هاي شو هي هاي اللي حاليا الاغلب العلماء خلص شو اعتمدوها ويعني هي غالبا صحيحة خلونا اول شي ناخد الاديمة بعدين نشوف الجديدة الاديمة هي احنا شو بنسميها اللي هي تيمبلت ثيوري تيمبلت معناها زي قالب تمام والها اسم تاري اللي هو لوك انت كي ثيوري هاي ودينا زي شو زي المفتاح والقفل انو انا والله عندي قفل وعندي مفتاح لازم المفتاح يكون بالتكة زي القفل اذا المفتاح بالتكة زي القفل بنفتح وبندخل البيت خلص نحو طبعا اما اذا والله المفتاح شكله مش بالزبط زي شكل القالب بتاع القفل مثلا فهون انا بقول بساطة المفتاح ما رح يفتح فهون بمثلولي الانزيم بالقفل والسبستريت بالمفتاح اذا السبستريت كتير شكله نفس 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 القالب بتاع الانزيم فهون هما رح يرتبطوا مع بعض اما اذا كان فيه اختلاف ولو ندفع فهما ما رح يرتبطوا مع بعض تمام هلا هادي طبعا النظرية تم رفضها وهي قديمة ومرفوضة زي ما حكينا ليش بقول بساطة لانه اساسا يعني الانزيمات بكون فيها تمام يعني ممكن انه الانزيم يغير شكله عادي يعني ممكن هو يعني يجي سبستريت فهو يغير شكله حسب شكل السبستريت ويرتبطوا اثنين مع بعض فعلشان هيك هاي الشو اسمها هاي النظرية ما كتير قبلوها العلماء وهلا رح نشوف اسباب لرفضها بس هي شو فكريتها بكل بساطة انهم بيعتبروا ان السبستريت هو بكون شكله نفس شكل الاكتف سايت تاعت الانزيم فهما برتبطون بعضه تمام وهزي ما حكينا نظرية مرفوضة هلا شو اسباب رفضها بحكولنا انه هون سبستريت فتس دايركتلي انتو ان اكتف سايت ماشي هذا هو شو هذا هو نص النظرية هاي انه سبستريت بتكون بتكة زي الاكتف سايت اللي على الانزيم هذا هو نص النظرية طب ليش تم رفضها بحكولنا بسبب ثلاث اسباب خلونا نشوفهم اول شي بحكولنا مش صح احنا من الفيديو الماضي حكينا انه الانزيم هو بروتين صح تمام فهم بحكولنا مش الانزيم بروتين يعني البروتين بتحرك بصير يعني بتغير اساسا وبتحرك مش اشي جامد على الاخر فعشان هيك اساسا حكينا مش طالما الانزيم هو بروتين والبروتين are dynamic in change in nature فعشان هيك لأ ممكن انه سبستريت والله يكون شكلها غير شكل الاكتف سايت ويصير ارتباط له لانه زي ما حكينا بروتين are dynamic تمام فعشان هيك تم رافضها النظرية هذا هو اول سبب تمام لانه الانزيم عبارة عن بروتين والبروتين ممكن شكلها يتغير مش قالب ثابت ابدا تمام وبرضه كمان بحكولنا انه some enzymes can bind different substrate ايوة بحكولنا الانزيم مش انتو بتحكو انه شكله قالب ثابت وما بتغير نحكي لهم اه بحكولنا طب كيف في ممكن انزيم يرتبط باكتر من substrate اشكالهم مختلفة فعشان هيك برضه كمان هاد كان سبب جدا وجيه انه هاي نظرية تنرفض وتالت انزيم بحكولنا انه ممكن اساسا بعض الانزيمات بنفس الوقت تكون مرتبطة باكتر من substrate كيف انزيم يرتبط باكتر من substrate اشكالهم مختلفة بنفس الوقت وانتو بتحكولنا يا علماء انه والله الانزيم قالب شكله ما بتغير فبكل بساطة علشان هدول التالت اسباب تم رفض هاي النظرية هلا النظرية التانية تشو بتحكي لنا بتحكي لنا انه زي هاي الصورة طلع كيف ان الانزيم اول اشي شكله كان هيك هيك كانت الاكتف سايت هيك شكلها بعدين ايجو substrate واحد هيك شكلها مثلث واحد زي هيك شكلها تمام فبيروح الانزيم باقلم حاله وبغير شكله علشان ترتبط السبستريت فيه هادي هي النظرية التانية فبيروح بعمل هون مثلث عشان مثلث هدول فيه وبروح بعمل هيك عشان هاي تدخل فيه فهو الانزيم باقلم حاله حتى يرتبط فيه substrate وبعدين هون شو برتبطوا مع بعض يعني شو اسمه الانزيم او substrate وبعطوني product تمام طبعا هاي النظرية كانت كتير مقبولة عند العلماء اكتر من اللي ابلها تمام فبس هي شو نصها بحكولنا انه substrate wind to enzyme they induce conformational changes يعني تغيرات شكلية تمام وين عشان substrate يدخل بالانزيم بصرف عندي تغيرات شكلية بالانزيم حتى الانزيم يصير شكله زي شكل substrate ويرتبطوا مع بعض تمام هون بيمثلولي اياها بالgloves and hand ماشي هلا لما انت تجدل بس الكفوف تمام هلا انت لما تكون حاظتهم على الطاولة ما بيكون شكلهم زي شكل ايدك بس انت لما تدخل ايدك جوه الجلوبز فهون بصير شكل الجلوبز زي شكل ايدك وبكونوا داخلين جوه بعض فهون بس هما بيشبهوا نفس الشي انه بيجي substrate بدخل جوه الانزيم فبصير زي قالب لبعض بس هما بالاساس ما كانوا قالب لبعض بس هما بغيروا اشكالهم او حد يصيروا متلائمين لبعض فهمتوا كيف او خلينا نحكي اكتر الانزيم بيغير حاله عشان يرتبط فيه هادي هي النظرية التانية اللي اسمها شو induced fat model تمام جدا الموضوع سهل هلا بص داي لدينا اخر معلومه بمحاضرة اليوم اشي اسمه الكتالي تكساكل هو بكل بساطه عباره عن تلخيص كل اللي اخذناه قبل هلا بنشوفها بس قبل ما نشوفها خلونا نقرأ هاي المعلومه بقولنا شو هي الافينيتي بكل بساطه كيف انت ممكن مثلا تلتقي مع حدا يصير في عندكم هيك بينكم تجاذب انه والله هذا الحدا مثلا انا حبيته نفس الشي الانزيم والسبستريت ممكن انه انزيم يكون مثلا سبيسيفك لماده معينه ماشي يكون مثلا هاد الانزيم خاص نص للغلوكوز مثلا اول ما يشوف الغلوكوز الثنين هيك بيركضوا على بعض وبروح السبستريت بيدخل جوا الانزيم هاي انا بسميها افينيتي هلا بنفس الوقت نفس هاد الانزيم بتاع الغلوكوز لو والله يشاف مثلا ماده تانيه كل بساطه ما رح يصير في بينهم افينيتي وما رح يقربوا على بعض هادي هي المقصود بالافينيتي فالافينيتي هي البايندينج ابيلتي حتى انهم شو يصير بينهم شو انهم بايندينج انه واحدة فيهم تدخل على التعامي اه طبعا هاد بكون شو اللي بيحدده بكل بساطه الانزيم ماشي ان الانزيم هذا خاص نص موجود علشان اي ماده هذا هو اللي بيحدد للافينيتي تمام فانه متلا كأنزيم ببياني وبين اللي جولوكوز ونوافينيتي لاني انا سبسوفك للالجلوكوز بس متلا ما فيه بين رو بين اللاكتوز انفينيتي سوري لأ الفينيتي آر لانه بكل بساطه انا مش سبسوفك متلا لللاكتوز فهمتوا كيف ؟ بس هاد النسبة فهو تعالوا نشوف اخر شي اللي هو الكتاليكساكل اللي هو تلخيص كل اللي حكناه قبل مبلش عند واحد بيحكولنا انه سبستريت انتر اكتف سايت انت بريديوس تشينج اف انزايم شاب تبايند ايه تو سبستريت اللي هو الانديوست فت مو دل يعني بكل بساطة ايجي السبستريت عند مين؟ عند الانزيم الانزيم عند الاكتف سايت تغير شكله وصار فت صار مناسب حتى انهم هم الاثنين يرسلطوا مع بعض لما الانزيم يجحز حاله ويغير شكله بصر عندي نقطة اثنين اللي هي انه السبستريت هيلد ان اكتف سايت بروح السبستريت بيرطبط بالاكتف سايت بعد با الاكتف سايت تغير شكلها تلاتة بصر في عندي شو كل بساطة لما يرتبطوا اثنين مع بعض بصر في عندي تسريع للتفاعل عن طريق انه احنا بنقلل الاكتف فيشن انيرجي اربعة انه السبسترات بعد ما خلص التفاعل نسرعنا انه السبسترات are converted to product حولنا السبسترات لشو لبروتكت وهمسه انه البروتكت خلاص شو بيرجع زي مكان سري انه البروتكت خلاص بطلع من مكانه خلاص يعني صار البروتكت جاهز اطلع الله معاك وهان برجع الانزيم فاضي مرة تانية وبكون شو بكون افالابل لأي سبسترات تانية ممكن انها هي ترتمس فيه اوكي اه لحوان خلاص الحمدلله بنكون خلصنا واحد واثنين وثلاثة واربعة اللي كنا بدنا نحكي عنهم عن الاكتيفاشن اه والاكشن او في انساين تمام هيك الحمدلله خلص بنكون خلصنا كل لكتر وان سري بعرف انها طلعت الفيديوهات طويلة بس بصراحة المنضوع بده كتير شريح ولازم انتو تفهمون كتير منيح حتى يتثبت انيح كتير عندكم وطبعا ما تنسوا اهم اشي انكم تحلوا الكوز اللي حطنا لكم اياه وبرضو كمان حطتو على تليجرام وحطتو برضو كمان على جروب الفيس حتى الكل يدخل عليه ويمتحن حالو بكل الشغلات اللي انتو خدوها بالمحاضرة الولى ان شاء الله نلقاكم بالمحاضرة القادمة يعطيكم الف عافية كونوا بخير السلام عليكم اشتركوا في القناة